السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم منجز الزراعي نذير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعي رجعنا لكم فيديو جديد ومهم جدا بهاي الفترة للحديث عن التسميت بالسماد العضوي وكيفية استخدام هذا السماد وهل هو صالح لكل النباتات الزيني ونباتات الخضار والمحاصيل وبعض الملاحظات عن استخدام هذا السماد قبل ما نبلش بعد الفيديو لا تنسوا أنه ندعي لأخواننا بفلسطين أنه رب العالمين ينصرون ويكون معهم بهاي اللحظات الصعبة لا تنسوا تحطونا لايك الفيديو واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس وهلأ خلينا نبلش السماد العضوي أو السماد البلدي هو عبارة عن فضلات الحيوانات المجدرة وبالأخص سماد الأبقار والأغنام وأيضا سماد الخيول ممكن أنه نستخدمه وبالإضافة لسماد الدواجة مثل سماد الدجاج والحمام ولكن أفضل الأسم دي من ناحية القوي ومن ناحية التأثير هو سماد الطيور بشكل عام ولكنه ممكن أنه يسبب حروق للنباتات خصوصا إذا كان غير متخمر أما السماد المستخدم أكتر شي هو سماد الأغنام هذا الوقت من السنة اللي هو فصل الخريفة هو الوقت المناسب لإضافة السماد العضوي للأشجار والمحاصيل وأيضا للأرض البور وكمان لنباتات الزيني المختلفة لأنه بساعدها على مقاومة البرد وبمدة بكتير من الفوائد الفيزيائي للتربي وأيضا الفوائد اللي بتغزي النبات بالمستقبل إذا قارننا ما بين السماد العضوي والسماد الكيميائي فمنلاحظ فرق كبير بالسعر فالسماد العضوي شبه مجاني وفيك تحصل عليه من أي راعي أغنام أو من أي منطقة بتربى فيها الحيوانات كالطيور والدواجن والمجترات فهو سماد بسيط جدا ولكن فعاليته كتير جيدة أما من ناحية التأثير ومدة التأثير فمنلاحظ أنه السماد العضوي فعاليته وتأثيره أطول بالتربي ففعاليته تتمتد لثلاث سنوات أما السماد الكيميائي فبالرغم من سرة استجابة النبات للسماد الكيميائي إلا أنه فعاليت السماد الكيميائي آنية أو بمجرد أنه تغزي النبات بعضين بعدين هذا السماد بيتحلل بالتربي أو بنتصه النبات ولهيك ما نحن تستفيد منه أكثر من سنة واحدة قبل ما نبدأ بطريقة التسميد أو شو هي المحاصيل والنباتات القابلة للتسميد والنباتات اللي ما بناسبها التسميد لازم ننبه على أنه السماد اللي أمامكم هو سماد عضوي متخمر شو معنى متخمر هو السماد اللي بينترك لمدة شهرين تحت غطاء نايلون بأشعة الشمس المباشرة بيتغطى بالنايلون وقوم بعملية الترطيب عدة مرات كل أسبوع مرة واحدة خلال مدة الشهرين وأيضا التقليب كل حوالي أسبوع مرة واحدة بعد شهرين نحصل على سماد خالي من الرائحة رائحة كتير مائلة للتراب العادة وأيضا قوامه بيميل القوام الناعم ومسببات الأمراض وبذور الأعشاب كلها بتكون ميتي أما وقت تضيف السماد الطازج بيكون بهيئة صلبي أكتر وأيضا رائحة كتير كريهة وإذا ضفتوا للنبات ممكن أنك تأثر على النبات بأنه تنقل مسببات الأمراض مثل النماتودة أو تخلي الأرض تبعيتك أو الأصيص تبعك مليان أعشاب من بذور الأعشاب الضارة اللي أكرتها المجترات ومرت خلال المعيدي إلى البراز اللي أنتجته هيكي ما في غناء عن عملية التخمير فمثل ما ذكرنا عملية التخمير بتأدي لتنظيف السماد وتعقيمه وأيضا بصير بوزن أخف وبصورة أجمل وأيضا الرائحة بتكون أقل بكتير من السماد الغير متخمية طريقة إضافة السماد بالنسبة للمحاصيل الحقلية أو محاصيل الحبوب إذا حبيت تزرع عندك درة مثلا أو أمح أو شعير ببساطة لازم تقوم بعملية إضافة هذا السماد قبل عملية الفلاحة الأساسية للتربية بتقوم بعملية إضافته على وجه التربية بعدين بتجيب التركتور أو المحراث اللي رح يقوم بعملية تقليب للتراب مع السماد فبالتالي بصير السماد بالطبقة المناسبة للنبات والطبقة الفعالة لانتشار جذور النبات يعني على عمق تقريبا 20 إلى 30 صنط تحت التربي وهي كي بتضمن على أنه فعالية السماد بيكون أفضل لا إلك وأيضا تحصل على المحصول أعلى بالإنتاج وبتحسن عندك خواص التربي الفيزيائي والكيميائي أما من ناحية إضافة هذا السماد لأشجار الفاكهة والأشجار بشكل عام كل ما عليك فعله على أنك تضيف هاي الكمية حوالي الشجرة بعدين تقوم بعملية التقليب بواسطة منكوش نحن نقلله بسوريا أو أي آلي حادي بتقوم بعملية نكش حوالي الشجرة وطبعا بتبعد السماد عن الجزع أو بعد السماد على أنه يتلامس بالجزع مشان ما يصير عندنا تعفونات بعد ما تقوم بهاي العملية بتقوم بعملية تسكيب أو تعمل دائرة على الشجرة وطمر الجزع بكمية من التراب مشان ما الماء يتلامس مع الجزع ويسبب أنها تعفونات بهاي الحالي بتكون أعطيت للشجرة سماد لمدة ثلاث سنوات كما ذكرنا سابقا وأمنت على العناصر الضروري والمهمة للشجرة بالأخص النتروجين والفوسفور والبوتاسيوم اللي بينعدوا من أفضل ومن أهم العناصر المفيدة للنبع ومنجي هلأ على الشغلة اللي بتهمنا وهي تسميد النباتات المنزلية كثير بتطلع إشاعات على أنه التسميد بالسماد العضوية للنباتات المنزلية ممكن يؤدي لموت هاي النباتات الإجابة هي نعم ممكن أن يؤدي لموت النباتات إذا كان هذا السماد غير مخمر بشكل جيد والسبب يعود للحرارة الشديدة اللي بيطلقى هذا السماد الطازج وخصوصا سماد الطيور والدواجن اللي ممكن أنه يسبب حروق شديدة على جزع النبات وعلى الجذور مما يؤدي لموت نباتات الزيني اللي تحملها ما مثل تحمل المحاصيل الحقلية والأشجار لهيك إذا حبينا تضيف هذا السماد لازم يكون السماد متخمر وذكرنا نحن صفات السماد المتخمر بأول الفيديو فمثلا النباتات الخارجية مثل الورد الجوري والياسمين نقوم بعملية إضافة هذا السماد على السطح الأصيص بعدين نقوم بعملية تقليب جيدي لأدخال هذا السماد قدر المستطاع للأسفل بهاي الطريقة ممكن أنه نضمن على أنه النبات يظل بصحة جيدة وأيضا بيعطيه مخزون من الحرارة اللي ناتجي عن تحلل العضو بوسط البكتيريا لهيك النبات المسمت بيقاوم البرودي بشكل أكبر بكثير من النبات الغير مسمت أما أهم نباتات الزيني المحتاجة للسماد العضوي لحتى تقاوم برودة الشتاء هي نباتات الصباريات والعصاريات خصوصا بالمناطق اللي بتتعرض لحرارة السقيع مثل منطقتنا الموجودة بمدينة حمص بسوريا ممكن أنها تتعرض لدرجة حرارة السقيع وتتأثر الصباريات والعصاريات لهيك بتقوم بعملية كمان إضافة هذا السماد على وجه الأصيص بعدين بتقوم بعملية تقليب لهذا السماد لأدخاله لمنطقة انتشار الجزور بواسطة عصى أو بواسطة قطعة من الحديد وهيك بتأمن على أن الصباريات عندها مخزون حرارة وتغذوة ممكن يساعدها على تجاوز فترة السقيع بفعالية وبشدة أكبر أما النباتات الداخلية مثل اللي شايفينها وراي فأنا فضل على أنه ما نسمدها بالسماد العضوي طبعا التسميد بالسماد العضوي ما فيه أي ضرر خصوصا إذا كان مخمر ولكن باعتبارها نباتات داخلية فإضافة السماد إلى ممكن أنه يأثر على رائحة المكان أو رائحة الصالون لهيك يفضل على أنه نسمد هاي النباتات بسماد MBK المتوازن 2020 اللي حكيت عنه بهذا الفيديو رح يطلع لكم هون أو رح تلكم يا تحت بصندوق الوصف وبشكل عام بعض النباتات من النباتات الداخلية بتحب السماد البلدي وخصوصا نبات الألوكاسيا ونبات إذن الفيل مثل ما انكم شايفين أنا عمقوم بعملية تسميد هذا النبات لأنه السماد العضوي مثل ما ذكرت رح يعطينا أوراق جديدة للنبات ورح يساهم بانتعاش هذا النبات الحساس واللي بده معاملي جيدي وتربيي جيدي وإذا بتحبوا أحكي لكم عن هذا النبات في فيديو مفصل تركوا لي تحت بالتعليقات أنه بدنا حلقة كاملة عن نبات الألوكاسيا ونبات إذن الفيل الداخل ولهوم منكم وصلنا نهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن السماد العضوي أو السماد البلدي إذا كان عنكم سؤال عن هذا الفيديو أو الفيديوهات السابقة اللي تكلمنا عنها بالفقرة تركوا ليها تحت بالتعليقات صلوا على رسول الله ولا تنسوا دعمونا باللايك الفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس كان معكم أخوكم نذير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته